أهلا بكم من جديد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن عمليات الاستفتاء على الدستور بدأت في مراكز الاقتراع في الخارج وستتواصل حتى يوم 25 من يوليو حيث ستجرى في الداخل انتلاق عملية الاقتراع بالنسبة لتونسينا بالخارج التي تمتد على ثلاثة أيام أيام 23 و24 و25 كان تم الانتلاق الليلة البارحة 22 جوليا على الساعة الحادية 10 ليلا وهو مكتب سيدناي بأقصى شرق أستراليا والذي فتح أبوابه لاستقبال أول ناخب تونسي أدل بصوته في استفتاء على مشروع الدستور الجديد استمرار عمليات الاقتراع خارج البلاد لم يوقف موجة الاعتراضات التونسية حول الدستور الجديد فقد انتقد الاتحاد العام بالشغل الاعتداءات الأمنية بحق صحفيين ومحتجين على مشروع الدستور معتبرا أن ما جرى في شارع الحبيب برقيبة مقدمة لمرحلة من القمع داعيا لإطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيق فيما وصفها بالانتهاكات محملا رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولي وردا على اتهامات لوزارة الداخلية التونسية بالاعتداء على محتجين في العاصمة قالت الوزارة أن متظاهرين قصدوا مقرها في شارع الحبيب برقيبة وتعمدوا إزالة الحواجز الحديدية والاعتداء على الوحدات الأمنية وأشارت إلى القبض على 11 شخصا في تلك الأحداث التي تسبق بيومين فقط استفتاء مقررا على الدستور في البلاد كاميرا الشرق رصدت مسيرة نظمتها جبهة الخلاص الرافدة لإجراءات الرئيس قيس سعيد فيما يؤيدها آخرون من تونس عبر الأقمار الصناعية معي سيد حازم القصوري عفوان رئيس منتدى تونس الحرة أهلا بك معنا سيد حازم اليوم بما أن عمليات الاستفتاء بدأت في الخارج نترقب عمليات الاستفتاء في الداخل ولكن نزلت المعارضة موجودة ويبدو أنها تزداد يوما بعد يوم وتزداد حدة حتى من ناحية المواجهات بين الشارع والقوات الأمنية في تونس ماذا تتوقعون وكيف سيكون رد الحكومة التونسية وتحديدا الرئيس قيس سعيد على كل هذه التطورات وهذا التصعيد من قبل الشارع التونسي أهلا وسهلا بخصوص ردة الشارع لا نقول الشارع وهناك بعض الأطراف الذين محسوبين على مناهضة العالم كما في كامل دول العالم مجموعات تريد الاحتكاك مع الأمن ورجال إنفاذ القانون نقول هذه أفعال معزولة تعاطى مع رجال إنفاذ القانون بحرفية عالية دون هناك أضرار مادية تذكر في صفوف لا الرجال إنفاذ القانون ولا المتظاهرين فقط هناك مبدأ سيادة القانون وقع إحالة جملة ملفاتهم على القضاء والقضاء أكيد في تونس سيد نفسي سيقول كلمته كيفما يقتضيه القانون وفق المعطيات المتاحة باعتبار هناك احتكاك هناك متظاهرين أرادوا الاحتكاك برجال إنفاذ القانون وهناك قانون في البلاد سيطبق لماذا قد يريد المحتجين الاحتكاك بالقوات الأمنية؟ ماذا تعني بهذا التصريح؟ الأحتكاك هناك أطراف تريد الاحتكاك برجال القانون لتسويق هذه الصورة في محاولة بائسة لتسويق صورة سيئة عن تونس والحال أنهم نحتكوا برجال الأمن خاصة وثابت هناك مسياجات أرادوا اقتحامها واختراق هذا الحاجز الذي وضعه رجال إنفاذ القانون وبالتالي هذه مسألة نعلمها جيدا باعتبار هناك قوانين سارية في البلاد بخصوص هذه الاحتكاكات اليوم هؤلاء الأطراف أرادوا ضرب هذا المسار بالأطراف تعني النهضة؟ من تعني بهذه الأطراف؟ أطراف محسوبة على الأخوان المسلمين وأطراف يعني ومن دار في فلكهم اليوم الاستفتاء يعني انطلق في العالم من خلال هذا يعني الكرنفال التونسي بامتياز الشعب التونسي يقرر مصيره من خلال يعني انطلاق الاستفتاء في كامل عواصم العالم 25 جوليا سيكون مرحلة مفصلية للفرز الحقيقي من أجل بناء دولة يعني الديمقراطية تحترم يعني حقوق الناس والتظاهر اليوم يعني هو تعبير طبيعي والاحتكاك مع رجال الأمن ليست تونس معزولة سيد حازم أريد فقط أن أسألك أيضا عن موضوع المعارضة من قبل الاتحاد العام للشغل التونسي يعني هذا الاتحاد أيضا رفضه وهو يعني قوة كبيرة في البلاد رفضه واعتراضه ومعارضته لهذا الاستفتاء بحد زيتها أيضا قد تشعل مزيد من الأزمة السياسية في البلاد وربما حتى يعني الشارع ضد القوات الأمنية والاشتباكات مع القوات الأمنية هل يعني تسعونا إلى هل في تواصل بهذا الموضوع خصوصا بأنه نحن نترقب الاستفتاء خلال اليومين ربما التواصل يجب أن يكون بهدف منع حتى حدوث أي تصعيد أو أي تطورات فيما يتعلق بالمواجهات بين الشارع وقوات الأمنية دعني سيدتي أنا أقول أن ما صدر عن بعض قيادات الاتحاد لا يمثل الموقف العام للاتحاد الشغل بالتالي هي قيادات يعني تقدم موقفها رسمي لم نرى موقف رسمي بل كان رسمي سادر عن اتحاد الشغل نقول أنا الأطراف التي وقع إيقافها اليوم هي يعني أشخاص يعني أنفار طرف خرقات جسيمة في القانون وبالتالي هناك يعني أحيله على القضاء القضاء يعني يقوم بالتثبت في الخرقات وسيقول كلمته كيفما يقتضيها القانون وثابت أنه وقع فتح تحقيق في الغرض لإماطة الليثام لا ما جاراه سوى من هذا الطرف أو من هذا الطرف لكن في المحصلة نقول أن الاستفتاء لا يعني تثريب عليه باعتبار أن الشعب التونسي ينتظر في الجهات ينتظر في يعني العاصمة التونسية تتوقع تتوقع أن يكون الاستفتاء في صالح لأي سبيس سعيد سيدتي ليس الاستفتاء مقرون بشخص رئيس الجمهورية الاستفتاء يعني له التباط وسيء بمسيرة الشعب ليس بصالح شخصه ولكن هو من كان قائد سيدتي الاستفتاء مربوط بمصار يعني أراده له الشعب التونسي ذات 25 جميلية في 2001 وترجمه الرئيس قيس سعيد بالتالي الاستفتاء ليس يعني مربوط بشخص بل هو مربوط بشعب أرادة وهو شعب إرادة الحياة وبالتالي 25 جميل 2022 سيكون تاريخ مفصلي في تاريخ تونس وهو تاريخ لتقرير مصير الشعب التونسي بإرادة حرة وهي تونسي توني السيد حازم القصوري رئيس منتدى تونس الحرة كنت معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من تونس شكرا جزيلا لك